انا الدكتور ايمان خندقجي استشاري اشعة تشخيصية وسلامة المرأة والجنين كنت سابقا رئيس اسم الاشعة في مستشفى ابن الهيثم وبنفس الوقت استشاري في وحدة سلامة الجنين في مستشفى فرح حاليا افتتحت مركزي الخاص في شارع ابن خلدون جبل عمان اللي هو شارع مستشفى الخالدي باسم مركز الدكتور ايمان خندقجي للاشعة التشخيصية المركز مجهز باحدث الاجهزة والتقنيات في مجال صحة العائلة بيسميها اللي هو الرجل والمرأة وبنفس الوقت سلامة الحامل اللي هو تميزنا فيه فعنا اجهزة من احدث ما يمكن جهاز ربعي الابعاد اللي بيفرجينا كل شيء له علاقة من المرأة وهي حامل لبعد الولادة للرجل للاطفال وتميزنا بهذا الموضوع بنفس الوقت بما انه انعرفنا في مجال الحوامل وسلامة الجنين كل الاجهزة اللي موجودة في المركز من ناحية الاشعة التشخيصية تتميز بانه تصدر اقل اشعة ممكنة وذلك لسلامة كل العائلة اللي بتصوروا بهذا الوضع ومعروف عنا انه الاشعة التشخيصية بتتراكم في جسم الانسان فاذا في فحص اي بديل او في جهاز يعطي اشعة بمقدار اقل فهذا من روح عليه اكتر لانه بضمن انه حماية لنا بالمستقبل الجهاز التاني بننتميز فيه اسمه السيتسكان كونبيم سيتسكان هذا الجهاز بصور من الرقبة الى الرأس وخاصة من الجيوب الانفية ومتميز عن الاجهزة السيتسكان التصوير الطبقي الاخرى انه كمية الاشعة فيه تسعين لخمسة وتسعين في المية اقل من الاجهزة الاخرى وزائد المريض ما بدخل على تنل او تيوب متل ما بتعمل الاجهزة التانية هو بوضعية الجلوس وراح نشوف صورة الجهاز بدي احكي كمان عالمركز انه تميزنا بمركز كتير هادئ وكتير ماشي مع راحة المريض لما يدخل علينا كتير اهتمينا بالناحية النفسية لمراجعينا نحن ما نسميه مرضى مراجعين بحيث انه بتميز بالراحة النفسية في حديقة صغيرة كمان مع المركز واتمنى انه حضوركم حتى للزيارة ومشاهدة ما يتميز فيه المركز من اجهزة ومن التسهيلات شكرا للكم ويعطيكم الف عافية ونتمنى السلامة للجميع دائما اشتركوا في القناة